موسيقى سعد الله وقاتلكم بكل خير وسلام بكم مشاهدنا الكرام في مستهل حلقة جديدة من برنامج هذا المساء في هذه الحلقة مشاهدنا نتناول التهيئة القضائية على ضوء نشاط نظم السبت الماضي ومن تحسيسيون حول تهيئة الملفات القضائية في المجال المدني منظم من طرف محكمة الاستناف كلية نواك شوط الغربية سنتناول مفهومة تهيئة القضائية والدور الذي يسعى له هذا نشاط التحسيسي وما تمثله تهيئة الملفات القضائية في المجال القضاء يستعدوني نصدر نقاش هذا الموضوع ساد سيد أحمد الباب ورئيس مركز المحكمة لاستعناف التجارية هلون سهلا بكم سيد الرئيس شكرا جزيلا لكم على قبول الدعوة السيد طيب محمود وهو محامل هلون سهلا بكم أستاذ شكرا جزيلا لكم على قبول الدعوة كما سينضم إلينا في هذه الحلقة دكتور مصطفى زين وهو كاتب ضبط قبل أن نشرع في تناول هذا الموضوع نتابع هذا التقرير الذي يمهيد للموضوع نعود بعده لحل الله التهيئة القضائية موضوع لملتقى علمي منظم من طرف محكمة الاستئناف بنواكشوط الاربية الملتقى الذي يضم نفيفا من القانونيين وأفرادا من الأسرة القضائية خبراء ومستشارين من القطاع تناول خلال نقاشاته مفهوم وواقع التهيئة القضائية من منظور تاريخي وسياق تطور هذا المفهوم في القطاع العدلي وطنيا وقد استعرض قضاة وخبراء مختصون في التهيئة القضائية تجاربهم في هذا المجال كما استمع الحاضرون لملاحظات القضاة والخبراء ومقترحاتهم من أجل تطوير مفهوم التهيئة القضائية والذي يكفر للمتهمين حق التوعية والحصول على توعية قانونية تشعلهم على بصرة من وضعهم القانوني وحقوقهم كاملة ويأتي هذا المرتقى العلمي ضمن جهود قطاع العدالة لتطوير المصدرات القانونية في التقاضي أهلا وسهلا بكم مشاهدنا الكرام أهلا وسهلا بكم دكتور شكرا لكم على قبول هذه الدعوة في هذه الحافة سيد الرئيس كتوطيئة لحديثنا ما المقصود بمفهوم التهيئة القضائية بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم أشكر التلفز على هذه الفرصة التي لا شك بأنها ستعطي الفرصة لإنارة الرأي العام حول مفهوم التهيئة القضائية في المجال المدني وهو ميدان استجد على مظهومتنا الإجرائية طبعا مضت هناك فترة لأنه مدرجة سنة لأنه مدرجة ولكن بدأ الاهتمام به وبدأ يأخذ حيزا من الاهتمام منذ فترات قريبة وخاصة أنه يدخل هذا النشاط في إطار هذا التحسيس وإبراز أهميته فكرة التهيئة القضائية هي عبارة بشكل مختصر عن أن الملف عندما يكون في عهدة المحكمة يكون هناك شخص أحد أفراد أعضاء المحكمة يختص بتهيئته أي بأن يكون جاهزا للعرض والحكم فيه وهذه التهيئة كما سنرى في التفاصيل لها تمفصلات ولكن فكرة الأساسية تقوم على أساسين أن الملف يكون مهيئا معناها جاهزا للبت فيه وعلى أن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن إذن تسريع الملفات للبت فيها وتجهيزها أيضا للبت فيها هذه هي وما تقوم عليه فكرة التهيئة وهي أساسا في مستويين مستوى الابتدائي محاكم الابتدائية ومستوى محاكم الاستناف رائع سأعود لكم في إطار تفصيل هذا الموضوع أستاذ تهيئة القضائية التي تحدث عنها السيد الرئيس ودورها في العملية القضائية بالشكل عام أنتم ككتاب ضبط الذي تمثله هذا المفهوم وهذه الخطوة في إطار الحرص على جودة التقاضي وعلى السيابيتي بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا لكم على هذه الفرصة التي تتيحناها لخبراء القانون وممارسيه وممارسي الحق القضائي لشرح بعض المفاهيم التي هي مستجدة في الساحة القضائية والتي لا شك أن المواطن والمستهلك القضائي بشكل عام والقانوني يحتاج إلى أن ينور حول هوايا أن يعرف ما هي مضامنها وما هي مرامها بالنسبة للتهي كما قال سيد الرئيس هي نظام قديم بالنسبة للنظام القضائية للدول الغير مريتانية وإن كان نسبيا حديث بالنسبة للدول العربية بدأ تقريبا من 2004 2006-2010 فكانت فوتت الدول في آخر بهذا النظام وفكرته الأساسية هي قائمة على أن القاضية أو قاضية الموضوع أو قاضية الأصل يجب أن يكون مفرغا للتأمل ولدراسة الملف للحكم فيه فلا بد أن يكون هناك عمل يسبق التأمل الأخير يسبق البتة في الملفات القضائية بعض النظام أخذت في هذا النظام بأنه يوكل إلى قضاء بعض النظام الأخرى أخذت بأنه يوكل إلى خبراء قانونيين من أجل تهيئته التهيئة في الواقع أنها تقوم على جانبين جانب إداري وجانب قضائي جانب إداري هو الإشراف على الملف من ناحية وصول العرائض الفاتحة للدعوة بالنسبة للدرجة الأولى ثم الإشراف على أنها وصلت بالشكل القانوني المطلوب ثم بعد ذلك سرد وتقييد كل المهبتات والمستندات والإدلة التي تقدم بها المدعي والمدعاء عليه أيضا والإشراف كذلك على تبليغ هذه العرائض والمذكرات للطرف الآخر بالآجار المصوصة قانوننا هذا جانب إداري وكانت حقيقة كتابة الضبط تقوم به على أكمل وجه من ناحية أنه عمل إداري لا يدخل في البت في الأصل هناك جانب آخر إلى جانب القسم الذي ذكرنا تهيئة قضائية وهي تقوم أساسا على أن قضية تهيئة الآن القضية التهيئة استدعي الأطراف لجلسة أولية لمعرفة مدى تعقد الملف وبساطته لاستماع إليهم بشكل أولي ثم بعد ذلك له الحق بأن يستدعيهم إلى جلسات أخرى لإمكانية تفادي الحل التنازعي أو الحل القضائي من ناحية أنه يكون هناك وساطة بين هلين الطرفين حيث يكون هناك لجوء من الصلح ليمكن ذلك من تخفيف ضغط على قاضي الموضوع أو على محكمة الموضوع إذا أفلح قاضي التهيئة في هذه الزرحلة يكون هناك ذعلا هناك أهل هر ملموس هناك نتيجة لقاضي التهيئة وإذا لم يمكن ذلك يكون يهيئ الموضوع يعده في شكل محضر يقدمه إلى قاضي الموضوع أو تشكيلة الموضوع على أن هذه التفاصيل سندخل بها طيب كل سر أستاذ هذه التهيئة وهذا الاعتماد الذي بدأ يدخل في مجالنا القضائي ما المشاكل التي يمكن أن تحولها التهيئة القضائية مع اعتمادها وتطبيقها بالأساليب التي انتهجتها الدول التي سبقتنا لهذا المجال ما الذي يمكن أن تساهم به هذه التهيئة القضائية وتحول لهم مشاكل وعراقلة قد تعترض سبيل قضائنا بسم الله الرحمن الرحيم التهيئة القضائية تعتمد أساس على أنه في الظرفية الحالية التي نعيشها المتسلمة بالأولمة وما ينتابها من تجاوز الحدود بدون استئذاء وبالتالي الصرعة الزائدة فإن الحق للقضائي ارتأى مشرعنا عليه والتشارعات القضائية وأن يكون هناك نوعا من تسريع الملفات القضائية لا أن تبقى في الخزانة في خزانة المحاكم دون أن تجد حلها وهذه هي الفكرة الأساسية التي أذارها الزملاء من الرئيس والأستاذ يعني أنه يجب أن أن تخرج هذه الملفات من محكمة من محكمة إلى أخرى لأن القاضي همه الأساس هو أن يرفع الخلافة التي يوجد في هذه القضية قد يجد لها حلا وديا في طار التصالح وقد يجد لها حلا عن طريق الحكم البت فيها هذا الحكم يجب أن يكون مرة بمراحل تهيئة القضائية التي تجعل من الملف أنه مهيئ وهنا لا بد أن تدخل الأطراف تدخل الأطراف هناك رافع من يفتح القضية بعرضة فاتحة للدعوة وهناك من يرد عليها وهناك من يطلب الشهود وهناك من يطلب الخبرات وهناك من يطلب حتى فيما يتعلق بالخط والكتابة درس القضايا هذه المسائل كلها تدخل في إطار تهيئة هذا الملف عندما يكون الملف جاهزا يتخطى هذه المسائل كلها يكونوا إما معرضا أن يكون هناك فيه الصلح أو أن يصل إلى المحكمة التي تبقى فيه أجل برمجة والبت فيه مجدد مع تسريع الملفات وإيصالها إلى مرسل الأخيرة دون أن تبقى في الخزانات دون محرك هناك أيضا ملفات تعاني ما ذكرتم تبقى في الخزانات معينة في بعض المحاكم البعض يمتعض من هذا التأخر ويراه غير مبرر واضح فضل السدرات كمالا لما أجاب به الأستاذ الفكرة الأساسية والغرض الأساسي الذي جاء به إصلاح 2019 من بين أمور أخرى وهو معالجة اكتظاظ الملفات أمام المحاكم المدنية لأن المحاكم المدنية تنطلق من فكرة معينة القاضي المدني إزاء القضايا دوره دور سلبي هذه السلبية نتج عنها أن الأطراف هم من أعراضها أولا أنهم هم أصحاب الدعواء هم مالكيها هم اللي يحددون نطاق نظر المحكمة ولكن هذه النظرة عندما تترك بهذه الصورة المشرع تدخل للتخفيف منها في ناحيتين الناحية الأولى من ناحية الأدلة وعطى للقاضي صلاحية صلاحية ما يستحت عنوان إجراءات درس القضايا إجراءات درس القضايا تخفف من سلبية القاضي اتجاه بحث الدعواء وعندما يرى بأن هناك عناصر معينة يجب أن تستوضح وأن تستجلها وأن خبرة أو معاينة أو زيارة أو أي إجراء يمكن أن يساعد أو يساعد في الوصول للحقيقة هذا للتخفيف من سلبية عطية القاضي هذا من ناحية الأدلة وعطيت له صلاحيات أخرى وجاءت منظمة التهيئة التي تعطيه صلاحيات أخرى ما يسمى بإدارة الدعوة المدنية لا يكون الملف موجود في عهدة المحكمة وإدارته في يد خصم قد لا يحضر إطلاقا يكتفي فقط برفع دعوة وذن يغيب أو مستأنف يستأنف ويترك الملف إذن أعطية الصلاحية للقاضي تحت عنوان التهيئة في أن يمسك يمسك بزمام المبادرة وتتوالى الإجراءات في نظر هذا الملف استدعاء الأطراف نظر في الأدلة محاولة الصلح بين الأطراف اتخاذ إجراءات درس القضايا إلى غير ذلك حتى يكون وهنا نكون أمام احتمالين إما أن يحضر الأطراف وتكتمل العناصر ويكون الملف جاهزا للبت فيه وإما أن تتبين أن الأطراف هناك لدد وعدم حضور القاضي يقرر عرض الملف رغم ذلك على التشكلة والغرض الأساسي تحت عنوان هو أن الملف لا تبقى أدراجة يعني الرفوف وتكون أيضا الملفات لا يعرض منها إلا ما هو جاهز إن كانت هناك إمكانية وإلا يتبين أن الطرف هو الذي تقاعس وماطل 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 والملف يتم حسمه قضائيا هذه الفكرة الأساسية وهذا الإصلاح جاء 2019 ونظام القضاء لم يعرف أبدا قبل هذا الإصلاح فكرة التهيئة كان هناك موجود نظام ما يسمى بالمستشار المقرر إلا أن المستشار المقرر حقيقة ليست له من الصلاحيات التي يمكن أن تؤهله للقيام بهذا الدور هو مجرد أنه يحصر العناصر الموجودة داخل الملف ويقدمها في تقرير وهم يُعرض ذلك التقرير على التشكلة بينما قاضي التهيئة قاضي يمسك بزمام مبادرة الملف ويقوم بتحريكه حتى يُعرض يُقرر في ختام عمله بمحضر عرض هذا الملف أنه جاهز العرض على التشكلة هذا فيما يخص الفكرة العامة لتهيئة القضائية وقد تناولناها أعتقد بما يكفي بدأت الآن واضحة إذا دخلنا في تفاصيل هذه التهيئة القضائية وما يمكن أن توفره وما يمكن أن تعين به التشكلة والمحكمة بشكل عام في سبيل البت في هذه الملفات ما هي تمفصولات التهيئة القضائية ما يمكن أن تعين به أنا أعتبر أنها ممكن تقدم نقل نوعية للعملية القضائية كما أشار إلى ذلك الأستاذ وكما يعاني منه الأطراف وكما تعاني منه المحاكم لا تجد محكمة إلا ورفوفها ملأة بالملفات التي لا يسأل عنها أي شخص وتترك القضاة لا يحركونها ولا يقومون بتحريكها تعويلا على أن الطرف هو الذي يقوم بها الآن أصبحت الملفات لها مقومات الحركة لها مقومات الجاهزية لأن تكون البت فيها ويخف في ذلك هذا سيسرع إجراءات نظر الملف عرض الملف على التشكلة سيسرع أيضا من إجراءات البت فيه يكون نسبة القضايا التي عندما يتم حجزها للمداولة تكون نسبة تقريبا تسعين في المئة منها يبت فيها لأن الإجراءات استكملت قبل ذلك وهذا هو ما كنا نعاني منه وهو ما يشكل رافعة حقيقية للعملية القضائية في المجال المدني لأن المجال المدني يختلف عن المجال الجزائي مجال الجزائي هناك نيابة عامة هي صاحبة الدعوة يعني هي الطرف الأساسي في الدعوة العمومية هي هي التي تقوم بتحريكها نيابة عن المجتمع وهي التي تسهر على تحريك هذه الملفات والأمانة يعني في عنقها بينما في القضايا المدنية الأطراف هما هما ليملكون زمام المبادرة ولكن عندما يتخلون عنه تكون المحكمة تبقى المحكمة والعملية القضائية تعاني من عرقلة حقيقية هذه العرقلة حلها الأساسي هو تفعيل هذا النظام وتفعيل هذا النظام وجاء هذا النشاط أولا وكان هذا تسلط الضوء على هذا الجانب من مخرجات المنتديات الأخيرة التي قامت بها وإنجزتها وزارة العدل حول العملية القضائية بشكل عام تم تسلط الضوء على هذه التهيئة كأدات معول عليها في أنها تعطي ديناميكية للعملية القضائية وتعطي نشاطا كبيرا كما أنها جاءت هذه العملية أيضا في إطار ما يسمى بمشروع دوينج بيزنس التي في المجال التجاري التي بلادنا حققت فيه نقاطا مهمة ضمن نقاط الإصلاح التي تم اقتراحها في هذا المجال تقصير آجال آجال الاستئناف تقصير آجال الاستدعاءات ونظام التهيئة يدخل في هذا الإطار إذنه هو في الحقيقة حلقة من منظومة يعول عليها في أن تعطي دفعا حقيقيا للعملية القضائية في المجال المدني التي كانت تعاني من ركود حقيقي عطل سير المحاكم وعطل يعني فاعليتها في البت في القضايا هذا قاضي التهيئة الذي بات يمسك بزمام الملف وله الحق أن يقرر فيه ما يراه بناء على المعطيات التي يحصل عليها لا يمكن أن يكون هذا شيئا قريبا أو منافسا لإصلاحية كاتب الضبط أو يحد منها حتى نوضيح الأمر للمشاهد كيف نجمع بين هذين الأمرين هو كما ذكرنا قاضي التهيئة الهدف منه أن يكسر الروتيل الذي تعيشه القضايا المدنية بشكل عام لذلك بعض الخبراء القانونيين يسميه قاضي يسميه قاضية التحقيق المدني بمعنى أنه كما ذكرناه وكما ذكر الرئيس الهدف منه وهو تغييرها الوضعية التي تعيشها الجمود الركود التي تعيشها الملفات المدنية وبعبارة أخرى الهدف منهم هو جعل القاضي المدني قاضيا إيجابيا بدلا أن يكون قاضيا جالسا كما هو مقرر يبد في القضايا التي تصل إليه أما القضايا التي لم تصل إليه فتبقى في انتظار أن يتحرك أحد الأطراف بالنسبة لهذا التداخل الملحوظ بين عمل قاضي التهيئة وعمل مؤسسة كتابة الضب هو شيء ملحوظ من ضمن هذه المآخذ التي هي موجودة على هذا النص النص كما ذكرناه هو نص جديد جديد جدا بمعنى أنه صدر 2019 ولا شك أنه تطور مهم في إطار دينامية القانون والعملية القضائية بشكل عام جاء ضمن إصلاحات منها تسويت النزاعات الصغيرة وماذا ذكره الرئيس من أمدله ومع ذلك بسبب أن هذا القانون هذه المؤسسة الكبيرة نظمت بمادة واحدة هي المادة 61 إجراءات مدنية بما أحالت إليها المادة 188 من نفس القانون لا شك أنه لا بد أن تبقى هناك نواقص من ظن هذه النواقص بعض التداخل الحاصل بين عمل هذا القاضي أو هذه المؤسسة ومؤسسة كتابة الضبط وكذلك أيضاً بعض التداخل الحاصل بين عمله وعمل قاضي الموضوع من ناحية كتابة الضبط هناك تداخل من جهة أن عمل كتابة الضبط يقوم به كاتب الضبط هو كله عمل تهيئة وتسجيل العرائض الفاتحة للدعوات ثم تسجيل الملفات وترقيمها وتسجيل كل البيانات والمعطيات المهمة هذا لا شك أنه جانب من التهيئة وكما قلنا التهيئة تقوم على جانبي هناك بعض التداخل الحاصل أيضاً في إطار ما يسمى بدرس القضايا أو اتخال الإجراءات القضائية القانونية التي لم تحدد المادة معالمها بشكل كافي من باب مثلاً إجراء الصلح من باب الخبرات والمعاينات بعض قضاة التهيئة مثلاً يجري معاينات بواسطة أمر قضايا والمادة 91 تنص على أنه تكون الخبرات دائمة يجب أن تكون الخبرات دائمة بواسطة حكمه والحكم معناه عمل قضايا مشترك بين القاضي وكاتب الضبط هناك أيضاً بعض تداخل على مستوى أن الإشراف الذي جاء في الفقرة الأولى من المادة 61 كاتب الضبط كان مشرف على الموضوع إذا كان هناك فائض من الكادر القضائي لا شك أن يكون وجه أن يكون عندنا قاضي تهيئة ولكن نحن النظام القضائي عندنا في بعض النقص في الكادر البشري على مستوى كتابة الضبط وعلى مستوى القضاء وعلى ذلك كان أيضاً من الممكن أن تترك التهيئة بشكل كامل لكتابة الضبط والجانب الموضوعي منها أو الذي يدخل في صميم القضية هو الذي لا بد أن يقوم به كما قلنا قاضي تهيئة أو خبيل قانوني في بعض الأحيان ومع ذلك هذه المادة لا شك أنها كما قلنا حملت تطوراً كبيراً إذا استطعنا التغلب على هذه النواقص وهذا التداخل الحاصل بين عمل التهيئة وعمل كتابة الضبط من ناحية أو من ناحية أخرى بين عمل التهيئة وعمل قاضي الموضوع سيكون هناك تطور إيجابي في سبيل تحريك القضايا وتغييرها الواقع الذي نراه طيب أستاذ هذا التداخل وهذا التحدث عنه الأستاذ وهو يتضح من خلال شرح فكرة التهيئة القضايا يتضح أن هناك تداخلاً بين الأمرين عمل القاضي التهيئة وعمل كاتب الضبط أنتم كمحامين متعهدين في الملفات تسعون لتحريكها ولكسبها لصالح الموكليكم كيف يمكن أن تمتتم المزاوجة بين العملين عمل قاضي التهيئة وقاضي التحقيق ما هي علاقة المحامين في هذه المرحلة الدور الذي يجب أن يلعبوه حتى تكون العلاقة واضحة المعالم ومحددة بين قضايا مثلاً علاقتكم بكاتب الضبط كانت واضحة وبالمحاكم هذا المقرر الجديد أضاف قاضي التهيئة ما هي علاقتكم به في هذه المرحلة هو الأمر كله يتعلق بتهيئة عمل قضايا هو من قبل كانت هناك تبرمج ملفات وتحجز المداولة تحجز المداولة من أجل البتي فيها من أجل أن يحكم فيها أثناء في يوم النطق ينطق على أن الملف أخرج من المداولات لقيام خبرات أو لقيام بالمعاينة أو بأشياء من هذا القبيل معنى ذلك أن الملف لم يكن جاهزاً رائعاً لم يكن جاهزاً هذا من السلبيات الماضية التي كنا تفادياً لهذا الموضوع كنا نعيشها من قبل ويمكن أن يؤجل الملف عدة مرات حتى لسنة لنفس سبب لنفس سبب إما لإجراء خبرات لأنه غير مكتمل غير مكتمل إما لإجراء معينة إما لدراسة كذا إما لأشياء من هذا القبيل وبالتالي هذه قضية اللجوء الآن هي هناك حاجة ماسة لأن القانون يأتي نتيجة لحاجة ماسة عندما يكون شعب عندما يكون متقاضين بحاجة إليه عندما يكون الإنسان بحاجة إلى هذا القانون يولد يولد مجديد يولد يتم تشريع نص لسدي هذه الثغرة هذه الحاجة نتيجة للتأجيلات ونتيجة للتعقيدات ونتيجة لإرجاء البيت وبطء الحكم في الملفات جاءت نتيجة لهذه الطرفية لهذه الحالة لأن يكون الملف قبل أن يبرمج أن يكون جاهزا أن تسعى الأطراف فيه أن يكون إعداده وتحضيره من يجل أن يكون جاهزا لبتي في مرة واحدة وهذا يعتبر عبارة عن عبارة عن سد ثغرة مهمة وتجاوز للبطء والتعقيد في الملفات أمام القضاء أنا عنه لا يقعد ملف عندما يجي محامي اللهي يقال له هذا الملف أنا عدت مذكرة استناف لا يتبلغ للطرف الأخر لا يرد عليها لا يقول الطرف الأخرى عن فهم إجراء يا الله يعدل عن فهم معاينة عن فهم شهود يا الله يستمع لهم عن فهم كذا وكذا هذه الإجراءات يا الله تعدل لا يتعدل بيجي ملف تم تحركه خاصة عن القاضي المدني أنه قاضي أنه ما يمكن أنه يتدخل في هذه القضايا لا بد أن تهار أمامه كما قال السيد رئيس القاضي السنبي هذا هو معنى هذا أنه لا يمكن لي أنه حياده يلزمه بها يلزمه بأن لا يتكلم حتى لا يفتي لا يشير إلى مسائل قد يستفيده من الطرف الأخر إلا في حالة أن هناك مسائل معقدة ومسائل كذا من جل الحل القضي ومن جل كذا يمكن أن يجل مصالحة يمكن أن يقترح بأن المصالحة وأن الصلحة يستفيدون منه وتستفيدون من الوقت وهي المسائل هاي المسائل اللي جعلت من عنها تعد عندها همية أساسية الشيء يعد دور المحام دور المحامة أساسية في هذه القضية هو اللي يحرك الملف عنده مذكرته ويبلغها ويطلب جلسة لعاد فهمات جلسة تأهية لا يتنطلب منه عنده يتبادل المذكرات أسنى فرد عليها لا يتعد همية جلسة تأهية يخرس الملف ياكما خاصصي ذالي يدور منه شنو ذالي يكتب الطرف الأخرى شنو والطرف الأخذ الكتب شنو كانهم فهمات يشير دوروها يالله وعدل سابق بارمج الملف ساق مشي النيابة للرأي يخرس لعاد ما يهم شي ومشي النيابة للرأي وبرمج الملف لعادهم مسائل أخرى تطلب يالله يالله يوعد اللي ها شو منها القبيل يعينوه وتعينوه المحكمة وتطلب المجلسة ويقوموا بدورهم قبل أن يبتف الملف علاقة المحامي بلقاضي التهيئة لجلدات علاقة المحكمة علاقة المحامي المحكمة علاقة الدور الأساسي لأنه حتى أنه في مذكراته في مسائل ينير المحكمة نعتى لها المسائل المطروحة القضية العويصة لتطرح مشكلة أمام المحكمة واللي يالله تناقش يالله تظهر والله طالبه الأطراف وطالبه وممكنه وطالبينه لا يزيرها أمام المحكمة وبالتالي على المحكمة أنت وراعي هاي الطلبات تتخلص لا تتغافل عليها ما تقول هاي نحنا ما جاءنا شي ما رأينا شي لا لا يزيرها لا يكتبها قاضي لها يقراها لا يتقراها المحكمة وعلى الله يخلص ذلي مطروح شنه ذلي يدروا الأطراف شنه ذلي يذروا شنه ويجاوبهم يخلق توابق فضل صدق تكميلا لما قال الأستاذ علاقة المحامي بهذه بالملفات في مجال في مناخ نسموه مناخ قضاء التهيئة المحامي كان عندما يعطى الملف ويكون في عهدت المحكمة لا يعني ليس هناك من يخاطبه يعني ليس أمامه من يخاطبه بشكل طبعا كتابة الضبط تقوم بعملها بانتظام ورئيس المحكمة يقوم بدوره ولكن المحكمة كهيئة تنور الملف وتفكك عناصر وتنور ماذا ينقصه وما هي الإجراءات هذا كان حلقة كانت مفقودة وبموجود قاضي التهيئة أصبح المحامي لديه من يخاطبه لأن الملف مجرد أن يفتح ابتدائيا لدى المحكمة الابتدائية أو أن يستأنف أمام محكمة الاستئناف يعين له الرئيس الرئيس من نفسه يقوم بالتهيئة أو يعين أحد أعضائها ومباشرة معناها لا يكون هناك فراغ مباشرة هذا الشخص الذي يعينه للتهيئة أصبح هو مدير الملف يستقبل المحامين يستدعي الأطراف لجلسة أولية يقوم بمعرفة لأن المحضر من مضامينه يعني الوقوف أو تحديد شين هي أوجه الاختلاف وأوجه الاتفاق في مجال القضية وما هي يعني هذا أنا نعتبر أن المحامي هنا في مناخ التهيئة أو في مرحلة التهيئة أصبح لديه وما كنا نعاني منه أن الملف عندما يكون في عهدت المحكمة يبقى بين رفوفها حتى يعرض أمام التشكيلة حتى يعرض أمام التشكيلة هناك طرف هناك طرف ملد هناك طرف يماطي وحمل المسؤولية يحال الملف إلى التشكيلة حتى تبت فيه لأنه في الحقيقة الملف هناك المدعي والمدعى عليه هناك عنصر ثالث فيما يسمى بالرابطة الإجرائية الخصومة فيها عناصر هي الرابطة الإجرائية والرابطة الإجرائية المدعي والمدعى عليها والمستأنف والمستأنف ضده بما هناك القاضي هيئة المحكمة هيئة المحكمة الشريك في هذه العملية والقانون حاول أن يعطيها نوع من الفعالية نوع من الفعالية في إجراء درس القضايا ونوع من الفعالية في إدارة الملف إدارة ما يسمى بنظام إدارة الدعوة المدنية يعتبر هو آخر تطورات في مجال النظم الإجرائية القضايا إذن المحامي أصبح أمامه جهة والملف لم يعود في طي النسيان حتى يعرض أمام المحكمة هو قيد التحريكي حتى يتحقق أمراني أن يسرع لأن النص يتحدث عن إجراءات بين الاستدعاء وبين عدم الحضور شهر إذا مضى شهر لم يحضر أحد كأقصى أجل إذا حضر الأطراف يمكن أن ينتهي الملف في اليوم إذا لم يحضروا أعطيه أجل شهر إذا يفصل بين الاستدعاء وعدم الحضور يحال الملف على التشكلة للبت فيه وهذا هو عملي ما تقتضيه الأحداث وما تقتضيه الأحداث لأن الحكم القضايا أساسي صحيح واضح سيد رئيس في موضوع أساسي هو موضوع تجربة هذه التهيئة مثلا عندنا تجارب فيها بدأ العمل فيها فملفاته صرعت نتيجة لهذا المفهوم الجديد تهيئة القضائية تجيئة لعمل قاضي تهيئة تهيئة تم الحديث عن تجارب اليوم ناجحة في هذا الإطار التهيئة نعتبر أنها في المحاكمة التي طبقت فيها أنها حققت ذمارا واضحة ونتائج واضحة ولكن حقيقة هي لا زالت تعاني كأي نظام جديد كأي نظام يطبق تعاني من بعض الاختلالات لا شك احنا تكلمنا عن نواحيها الإيجابية ولكن النواحي السلبية تتمثل أساسا في أن هذه المنظومة نص عليها المشرع في مادة واحدة مادة واحدة المادة 61 هذه المادة 61 هي ضمنت فيها وهذا نتج عنه نوع من الضبابية ونوع من عدم الوضوح في إبراز معالمها وهذا لا شك نوع ما أثر تأثيرا سلبيا على التعامل معها وهناك أيضا جوانب أخرى كما أشار الأستاذ هي أن هذه المنظومة كانت بحاجة إلى أن تتم موائمتها مع المنظومة التي كانت قائمة وهذه النظام الموائمة تحتاج كما ذكر بأن إجراءات درس القضايا عندما نعطيها كصلاحية نعطيها لقاضي التهيئة وهناك في الإجراءات يقول بأن إجراءات درس القضايا أنها لا تتخذ إلا بحكم هذا فيه نوع من التعارض والتناقض لأن قاضي التهيئة قاضي فرد ويتخذ قراراته في شكل أوامر بينما هناك نص آخر إجراءات درس القضايا كلها أنها لا بد أن تتخذ بحكم تمهيدي وبحكم تمهيدي معناها يحتاج نوعين من العمل واحدا يتم تواصله بشكل أوضح حتى يتم تعامل معه بإيجابية أكثر ويعطي ذلك نتائج أكثر ويتم أيضا موائمة مع المنظومة حتى يكون منسجما معها وحتى لا تكون هناك اختلالة يعني نوع من التناقضات التي يمكن أن تؤثر سلبيا على العملية رائعي أستاذ دكتور رحمة مصطفى أعوان القضاء والهيئة القضائية بشكل عام ضرورة تفهمهم وواكبتها لهذا المفهوم الجديد هذا شيء أساسي في طريق السيابية هذا العمل مثلا المحامين كتاب الضبط كيف يتم تكوينهم على هذه المفهوم الجديد على التعامل مع قاضي جديد يتأخذ قرارات بات الملف في عودته في مراحل معينة لا بد من تكوين سياسة تكوين مستمر سياسة من أبرى سياسات لتبعها القطاعات التي تسعى للنجاح واستمراري ومواكبة العصر كيف لأعوان القضاء أن يفهموا هذه التهيئة وهذا المفهوم ويواكبه من سبيلا لا تسريع وطيرة عمل الملف لا شك أن العملية القضائية هي عملية مركبة مركبة من الصنع المحكمة التي هي عبارة عن رئيس المحكمة وأعضائها ومن ضمنهم كاتب الضبط كما هو مصوص في المادة 14 من النظام الأساسي لكتاب الضبط وأعوان القضاء هم الماكنة المحركة أيضا للعمل القضائي من المحامين الذين هم أكثر هذه الفئات التصاقا بالمحكمة لتبيني الحجاج لإذارة النصوص القانونية التي قد يكون قاضي في بعض الأحيان ليس على طلاع ببعض تفاصيلها مساعد المحامي الموثيق المنفذ الخبير القضائي لعدل المنفذ مترجمين يعني الأسرة القضائية كلها لا شك أنه من أجل سياسة ذات جدوائية قضائية لا بد أن يكون هناك تحسيس ومن المستحسن أن يكون تحسيسا مسبقا على أي تعديل خصوصا في النظام القضائي يكون الجميع على علم بمزاياه ومغو المطلوب ومساعدة كذلك في كل من جانبه في إعطائه معناه وتجسيده على الأرض القضائية بالنسبة لهذا المؤسس المسمى قاضي التهيئة لا شك أنه بقي حتى الآن الكثير من الغبش في فهمها فهم أدوارها فهم ما المراد منها لأنها أولا ليست شاملة لكل المحاكم محاكم الابتدائية لا كانت مقررا فيها قاضي التهيئة كما هو معروف لكنه مع ذلك قاضي الفرد يظل يهيئ بنفسه لنفسه وبالتالي نحن لم نقطع مسافة هو شيء تحصيل حاصل بنسبة لقاضي يهيئ بنفسه لنفسه معناها أن جدوائها نتيجتها هي موجودة على مستوى المحاكم لا تشكيلة متعددة وهي محاكم السناب أو المحكمة التجارية مثلا أو محكمة الشغل على ذلك نعتقد أن هناك نقصا في التحسيس بهذه المؤسسة من أجل فهم دورها وكذلك التعاطي معها بما يخدم تحريك ودينامية العملية القضائية وفي هذا الإطار ما زلنا في ظلال هذه الندوة الأخيرة التي عقدت حول هذا الموضوع نعتقد أنها سلطت الأضواء بشكل كاشف على أهمية هذه المؤسسة وعلى الجوانب الإيجابية فيها والجوانب التي ما زالت تحتاج إلى تكمله أستاذ في نفسه طرد التحسيس بالنسبة للمحاميين على التعامل مع هذا القاضي الجديد وهذه الآلية الجديدة التي اعتمدتها هو شيء أساسي أنا بالنسبة لهذه الندوة التي أعدت يوم السبب الماضي التي أدارتها في محكمة الإسناف ندوة مهمة في إطار تدارس النصوص القانونية وأهميتها تتجلى لأن القائمين بهذه الدراسة هم قضاءات ومحامل كتابة موريتانيين بدون خبراء أجانب خبرات محلية خبرات محلية هذه الخبرات المحلية في الإطار عندها دور أساسي ومهم لأن القانون الذي يطبق داخل الدولة الموريتانية هو قانون موريتاني صرا وعندما يتتدرسه النخبة التي تطبقه النخبة التي تحاول إدارته من أجل أن يطبق من أجل أن يكون يعني معنية به بأساسية هذا يعطي نوع من الدفع بدراسة القانون وتشريعه إن كان لابد بتشريعه بمعنى أن يغير أن يتم فيه تعديل إذا كان يتطلب الأمر ذلك وبالتالي هذه الدراسة عنها من الناس اللي نعتبرها دراسة مهمة وموفقة ويجبوا أنها تنتشر في البلاد في الوطن بكامله المحاكم الاستناف عندنا يا الله عدوا على الأقل من كل شهرين وقالها عدوا دورات دراسية حول النقاط المهمة والتي يلا تناقش بهذه الملفات اللي تنشر أمام المحاكم وحتى النصوص القانونية في بعض الأحيان تجد أن هناك بعض النصوص التي يحتريها بعض الغموض وهذا يتجلب عنها النص الناس اللي طرحت النص غالبية تهيقود ما هم موريتانيين يقعد يطرحه بلغة أجنبية والله بلغة والله بفهم لدى بعض البدان الأخرى ولكن عندما تكون عدوا الأشخاص الموريتاني الناس اللي معنية بهذا الحقل هي اللي تطرح هذه النصوص وهي اللي تدارس وهي اللي تدارس وهي اللي تدارس معنا عنه لا يرى لا يرى الحلول لا يرى الحلول مهمة سواء كان وصع من محامي أنا أعتبر المحامي شريك في الحق القضائي طبعا بالتالي لله يطرح فيه والله وعالج فيه كامل هو من أول الناس اللي يذيره والله يطرحه أنت ترى محامي ماشي يهدته يوقفه يقول لك أنا عندي مادة يطرحه يطرحك للنقاش في الطريق بهذه اللي لا يعدى عليه الصبح علىه يطرحه عدى عليه الروائي لا يدوره فهمه لا يعدى فيه مرافعة لا يعدى فيه يا الله يعود يعرفها بطريقة اللي الله يوصلها اللي الله يحكم به رائجا معنا عنها فهم ماهم فهمه لشيء مثلا لصيق بحياته لصيق بفهمه الأمور معنا عنها ما يمسله بس يطعنده وبالتالي دوره في معرفة النص القانوني هو دور أساسي ولا بدوله منه رائع جدا لا بدوله منه سيد الرئيس رقمات لم ياسر في دقيقتين أعطينا بكلمة أخيرة والله تلخيص اللي مات من الحديث عنه أو رسالة تودنا توجهها أود أن أنوه بأهمية هذا المنظر وما إدخالها في نظامنا الإجرائي وأعتبر أنه كما أشار الأستاذ إلى أننا بحاجة إلى تكرار هذا النوع من الأنشطة على مستوى دوائر محاكم الاستئناف حتى يتم تتاحة الفرصة أمام جميع الممارسين في الاقتناع بأهمية الموضوع ومناقشة مختلف الإشكالات التي يطرحها وإبراز مختلف الإيجابيات التي يشير إليها قبل الختام أشير فقط إلى أن التهيئة مهمة حتى بالنسبة للقاضي الفرد لأنها بالنسبة للقاضي الفرد تجعل الملف الذي سيبت فيه سيعرضه للبت فيه سبق وأن نظره واكتملت عناصره أمامه وبالتالي سهلوا عليه العمل أما بالنسبة أيضا للتشكيلة الجماعية فإنها على الأقل يكون هناك أحد أعضائها اطلع على الملف وقام بدورها إذن هي في كل الاحتمالات سواء على مستوى القاضي الفرد سواء على مستوى التشكيلة الجماعية هي مهمة على أساس الاعتبارات التي ذكرنا وعلى أساس هذه المنظومة التي أدرجت في عملية الإصلاح لقطعا أنها ستعطي فعالية كبيرة للمجال القضاء المدني الذي هو يعاني دائما من ظلال سلبية القاضي المدني وهذه سلبية القاضي المدني تدخل المشرع للتخفيف منها ويجب أن يستغل ذلك التدخل أحسن استغلال رأي فضلستان دكتور أنا أيضا أشيد في نهاية الموضوع بأن بإدخال هذا النظام أو هذه الهيئة لأننا حقيقة لا يمكن أن نظل نعالج العويصات ومشكلات القضائية والقانونية بنفس المنطق الذي كنا نعالجه قبل عقدين من الزمن يمكن أن يكون هناك روتين يستمر لعقدين من الزمن أحراب عاصرنا الذي نتحدث فيه بالتالي لا بد أن يكون هناك تفكير دائما باستحداه ما هو نافع ما هو صالح ما هو إيجابي لتحريك العملية القضائية من جميع جوانبها وأمن كذلك على ما قاله استغطيب على أن هذا التشريعات الجديدة هذه التفكير في تغيير الوضعية إلى الأحسن لا يمكن أن يكون لها جدوى إلا إذا كانت بأياد متخصصة حتى الحق القضائي ليس إلا كغيره لا يمكن أن نظل نعتمد في جانب الصيد البحري وبجانب الزراعة على خبرات أجنبية على من لم يعرفوا هذه المشاكل عن قرب أجود شيء من الحلول التي يمكن أن نعيش به الجهاز القضائي نحركه ونسير به إلى الأمام هو أن نترك كل الأمر إلى أهله أن نسند القوس إلى بارها وهم أعضاء السلطة القضائية وأعوانها ومن يتحركون في حقها وهم معروفون شكرا فضل الزاد وغط التشريعات يجب أن تواكب العصر عندما تواكب التشريعات العصر معنا ذلك أنه يجب تحيينها عندما يتطلب الأمر غيرك شكرا جزيلا لكم مشاهدي الكرام في نهاية هذه الحلقة برنامج هذا المساء أشكر باسمكم جزيلا شكر ذو في هذه الحلقة الكرام على ما تفضلوا به من معلومات وشروح وتفصيلات وافية أشكر باسمكم جزيلا شكرا سيد أحمد الباب وهو رئيس محكمة الاستنافي التجاري بنواكشة الغربية شكرا جزيلا لكم سيد الرئيس على ما تفضلتم بها الدكتور محمد مصطفى زين وهو كاتب وضبط رئيس شكرا جزيلا لكم دكتور سيد طيب محمود وهو أستاذ محمد شكرا جزيلا لكم أستاذ أنتم مشاهدي الكرام موصول لكم الشكر إلى حقات أخرى من هذا البرنامج نتناول فيها موضوع آخر همنا جميعا إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظ اشتركوا في القناة